انه هو انتوا هتفضلوا تدعموا الرئيس عم فتاح السيس والدولة المصرية على حساب الحريات هو انتم المصلحتكم الاول دعم الناس زي ولا تدار على حريات المواطنين كتب خالد علي خالد علي لي كاتب قال لكنه هو لما التقى هو خالد علي وجميل اسمعيل ومحمد انور السادات وعبدالله السناوي ومش عارف معهم حد كمان مش فاكر مين فقال ان احنا قابلنا دي صورهم مبارح بسم الله ما شاء الله زي الفل ما شاء الله انه الحرب على الارهاب وانه وتضييق على الحريات والكلام ده وانه انتم التعذيب ومش عارف ايه ورئيس اولند قال انه لو انتم بتكلموا على دولة بتقمع الحريات طب ايه اللي خلت السلطات المصرية اصلا تسمح ان انتم تتجوا اللقاء ده يعني لو بتقولوا القمعة طب ايه ثانيا لو انتم بتكلموا على حرب على الارهاب انه ما فيش شعب في العالم انه ما بيتهمش جهازه الامني كل شعوب العالم حتى فرنسا بيتهم الاجهزة الامنية الامر الاخر انه جميلة كتبت وقالت هل تحولت العلاقة بين مصر وفرنسا الباع والمشتري وانه فرنسا تتخلى عن المبادئ بتاعتها طبعا عايز اقول لحضراتكم انه كلام من مبارح في هذا السياق السياق اللي هو اللي فيه ناس النهاردة شايفين اللي بيحصل في البلد رغم كل اللي بيتم في البلد هو شايف المنظور بتاعه وده اللي محتاجين نتكلم فيه سواء منظور في الاعلام او هذه المنظمات او بعض اللي بيطلقوا على انفسهم نشطاء وعادة النشاط والانشطة والنشطاء عادة هو بيدور على حاجة واحدة هو يتباكى ويبكى فقط لا غير على مسألة تمويله الشخصي وهو السفدي او السفدي على منذ الخمس سنين فاتوا ارجع شوية صغيرة اوي من 2011 للنهاردة كانوا ايه وبقوا ايه بقوا نجوم في الفضائيات بقوا نجوم في الجرائد بقوا كتاب مقالات واعمدة في الجرائد وليهم برامج في وسائل الاعلام بيقبضوا عليها عشرات الالاف وربما ملايين ما بقاش في ملايين عشرات الالاف او مائة الالاف لان هما انا بقول لها ما لهمش علاقة بالمهنة فبقوا لانه من هذا الاطار استفادوا انا بقول لها استفادوا هما الاستفادوا مش حد تاني فهو شايف الموضوع ده انه اثر عليه طيب نقدر نكامل في السكة دي ولا لا ده فيهم ناس خدوا مناصب في وزارات وفي مجلس الوزراء وكانوا هما اللي بيرتبوا البلد وبنظموا كل حاجة لما لايت الحكاية دي بدأت السحب شوية 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 فنبدأ نشتغل على هذا الموضوع مرة تانية نشتغل ونقول الامريكان والو اضغط على مصر عشان مصالحنا احنا عشان مصالح مش عشان مصالح البلد لانه هو لان بقى في الكرسي وبقى في المنصب ما دورش عن ناس يعني ما راحش المواطن الغالبان طب طب عليه او شايف المواطن الغالبان ده محتاج يأكل ويشرب ويعيش وحا تتبقى احسن لا هو دور المجموعة دي كلها جاي تمويل هما اللي واخدينه جاي فيه قناوات بتفتح فهم اللي راحين او الناس ورايحين واحتضنوهم كلهم احتضنوا احتضنوا النشطاء دول اياهم حضر كتبعارفين ممكن تطلع قايمة كده وتقول مين راح فين وعمل ايه وسو ايه كل حتة يعني طبعا بعد كده ممكن تخلوا عنهم شوية البعض بدأ يرجع ناس منهم تاني وهكذا فهو بيدور على الموضوع ده شايف انه عشان كده الفترة اللي فاتت حصل هجوم شرس على الرئيس شرس وما زال ولازم نقول لنفسنا هو الهجوم ده مترتب ولا صدفة ولا حد وراه ما تهمش حد انه حد ورا حد اولا ولكن اللي واضح لنا كلنا كلنا وانا كلمتكم الموضوع ده بدل المرة مليون بدل المرة مليون وقلت الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس هو الرئيس جمال عبد الناصر كل واحد عايز يكون هو رجل الرئيس بقول لحضر لكم كلمت الموضوع ده واخرها الاسبوع اللي فات اخرها كان الاسبوع اللي فات كل واحد عايز يبقى هو رجل الرئيس او انا كون جنب الرئيس او دراع الرئيس اليمين او الشمال او الرئيس ما يقولش الحد غيري على فكرة في 2011 كان الرئيس مدير المخابرة الحربية كانوا بجانب الرئيس فعلا والرئيس كان بيقعد مع ناس منهم كتير بالساعات كتير قوي ومش عايز اقول الرئيس ضيع وقته مع الناس زي ومنول لحظة قلنا يا جماعة الناس زي ملهاش علاقة بالبلد وبقولها تاني وقلتها في منول حد وبقولها قلتها على الهوى كذا وبتكلم تاني فيها الناس زي له مصلحته مش زينا احنا عندنا وطن ما يهمناش مين يهمنا البلد هو يهمه وصحته اولا لقيتها ايا كان الرئيس ايا كان الرئيس بسير فيه ما لقيتهاش ممكن ابيع الرئيس في لحظة وبيع البلد في لحظة وعملوا كده وبيعملوا كده مسألة المبدأ حضراتكم ركزوا على المبدأ ما تركزي على ايه مين هو لا هو مبدأه ايه وانا بقول لحقكم كتير بقول لكم موضوع ده ارجعوا يا جماعة الناس زي كان بتشغل ازاي وبتطلع تقول ايه تطلع تقول ايه والصالح مين والنهاردة بيقولوا ايه عندما جاء الرئيس كانوا بيقولوا ايه والنهاردة وامبارح واول وشهر الفات واللي قابلوا وبكرة هيقولوا ايه لانه هم طبعا طبعا مسألة انه احتضان الكل احتضان كل الناس طب من افرقت عن واحد اهو افرقت عن واحد كان ارتكب جريمة سجن ثلاث سنين اسمه ياسر سمير فضل سيد ده من حركة ستة ابريل الارهابية اتقبض عليه من حوالي ثلاث ساعات ثلاث ساعات لسه خارج بعفو من الرئيس لقامل اللي فاتت دي لقامل اللي فاتت يعني ما تابش الناس دي ملهاش علاقة بالبلد خالد ده طالع الولد ده اتبسك فيه المؤطم بيوزع منشورات المنشورات كلها لما تقروا المنشورات لما انا عادت وما كنتش عادت مش عارض طبعا حاجة من الكلام ده لما انا شفت المنشورات وباشكر مشاهدينك كرام والله احنا عندنا اعظم جمهور اعظم جمهور في البلد في مصر ولا في العالم الناس كلموني لانه الناس شافوا الوقت ده صوروا وبعتولي ماهووووووووووووووووووووووووووووbru افعلم